في منكم اللي قلقان وبيفكر كتير فممكن تجيك حالة الأرق أو خلل هرموني نتيجة الأفكار السلبية التي ستدور حولك في هذا يجب أن تستجمع قواك وتحاول أخذ الأمور بأكتر واقعية بواقعية مهما كانت الوضعية اللي انت فيها يا برج الجدي كذلك يعني في منكم اللي تعرض للخيانة سواء من الأهل أو الحبيب أو الزوج أو حداخان الثقة فاش أنا شايفة يعني إحساس بالندم والدنب كذلك في منكم لمنفصلين فشايفة إحساس بالحزن والتعب يعني والتفكير بالماضي ففي مشاعر دنب وأسف يعني متعلقة بعلاقة سابقة هي تسبب لك التعاسى وتعاسى عميقة وكذلك وكذلك شايفة إنه في تمني يعني للرجوع للماضي وتغييره في الوقت المناسب يعني كأنه في إنسان بقول ياريت يعني لو يرجع الماضي وسوي كده وكده وكده يعني تسوي الشغلات قبل حصولها ففي خيبة أمل تعرض طولة يعني خلتكم ضايعين وفي مفترق الطرق فإن تحتاج يا برج الجري إلى إيجاد طريقة للتشافي من الماضي والتعلم منها فبمجرد القيام بهذا ستظهر أمامك مجموعة من الأشياء الجميلة يا برج الجري فإنت لازم تتجاوز الشغلات اللي صارت معك أيا كانت هذا الشيء اللي بيطلبه منك تتعلم كممكن يكون الشيء اللي صار بسبب علاقة ولاتية شيء وارد كذلك قد تشير الورقة يعني إلى أنك تعبت من الوضع الذي فيه الذي أنت فيه دائما يعني كل مرة عمتعت الحب ويعني عمتكون مخلص ولكن ما عم تلاقي التقدير وإنت مليت من الوضع ومن الوقت يعني لقيت حالك في مفترق الطرق وعم تحاول تاخد قرار يعني كأنه حدا في مفترق الطرق عم بيحاول يفت قرار في شغلة معينة ممكن شيء حدا تخلى عنك أو أنت انسحبت من العلاقة وأنت زعلان بسبب طرف ثالث بسبب خيانة فالأمور يا برج الجدي يعني رح تتحسن وإن شاء الله خير يا برج الجدي فأنت لازم تطلع من الحالة هذه والآن سوف نمر إلى ما هو عاطفي يعني ما هو عاطفي في شغلات غريبة فرح نبلش شايفاك يا برج الجدي يعني كأنه قافل على حالك واخد جنب كأنك قطعت اتصالك مع العالم الخارجي أو مع الحبيب يعني كأنك قفلت كل التواصل واختفيت ولكني أنا شايفاك بعدك بتحب الحبيب يعني وبالطالب يعني بحكم أو بالعدالة فممكن يكون الحبيب يتزوج أو أنتو يعني في حلاقة ثلاثية لا يتحرك بحلاقة ثلاثية أو هو ممكن يكون هو الزوج وأنتو متباعدين مع بعض في عندي برج ميزان جوزاء دلو نحن ماشيين بالقراءة ورح أقول الأبراج اللي عم تظهر بالقراءة لأنه كل الطاقات موجودة ترابية نارية هوائية أو مائية كذلك مائية ولكن كأني شايفاك متعلق يا برج الجدي متعلق بالحبيب وفي مراقبة وحتى الحبيب بعده بيراقبك يا برج الجدي ولكني شايفاك عامل روحك مو مهتم وفي منكم اللي مختفي ومخبي مشاعره ما عم يظهر أبداً فكأنك يا برج الجدي تعبت من الشي اللي صار ممكن تكونوا حالياً كل واحد في مكان أو كل واحد في بلد لأنه اللي شايفة فيه مسافة بيناتكم فيه منكم اللي متعلق بالحبيب أو بشخص يعني متباعد عنه فممكن يكون أكبر منك الشخص هذا يعني لإني بشوفك أنه متزن وأكتر حكمة وعارف حال وشو عم يعمول فيه برج الميزان تور عزراء خليني شوف طاقتك رح نشوف الطاقة تبعك طاقتك فعموماً يا برج الجدي متزن وواتق من حالك رغم كل الشي صار فكذلك شايفة فيه منكم اللي عنده خيبة أمال من الشغلة صارت أو من علاقة ولاتية يعني ممكن تكون دمرت علاقتكم أو حدفات على العلاقة وانفصلتوا كذلك فيه عمشوف فيه منكم اللي بعيد عن أهله ومشتاق لإلهم فيه اللي قاعد لحاله عمشوف فيه تفكير وذكريات يعني لحدا من الماضي مشتاق لهم كتير إنزوا بتحبوا بعدكم يعني وكأنه صارت بيناتكم مشاكل ولكن شايفاك يا برج الجلي ماسك زمام الأمور يعني وبعدك يعني عم تفكر فيه بعدك بتحبه فيه منكم نقل للحبيب يعني إزعلان على الفراق اللي صار بيناتكم وبعده فيه ذكريات يعني كانت فيه بيناتكم يعني شغلات حلوة فيه رجوع لحدا لبعدكم فيه رجوع لحدا من الماضي ممكن تكون يعني كانت في بيناتكم علاقة طويلة فيه ذكريات والشخص هذا الشخص يعني مليح يعني مو شخص صيء هو شخص طيب وبيحبك وبيشوفك شغلة حلوة وفيه بداية جديدة انطلاقة يا برج الجدي ولكن الرجوع هذا لبعدكم رح ياخد وقت يا برج الجدي كذلك فيه شغلة غريبة عندي هون بالقراءة أحب يتشير إلى فيه منكم اللي متزوج ولكن بعده بيفكر بالحبيب أو بيحب شخص تاني هو مو مرتاح مزواجه شايفها يا برج الجدي كأنه كأنك بدوامة كأنك خايف تمشي بالطريق لأدامك وعم تطالب بالعدالة وعم تطالب بحكم ممكن تكون قضية أو شغلة من هيك كذلك فيه ملكون اللي الحبيب تركه وبلش حياتي يعني وبلش علاقة جديدة أو مشروع جديد أو مشروع زواج أو تزوج حتى لإني شايف الحبيب حاليا متزن ومشغول وبيفكر بمشروع يعني ممكن يكون مشروع زواج مشروع مالي شايفها مشغول بحياته وكذلك يعني ما أخفيك أنه بفكر بالمشاكل اللي صارت ووصلتكم للشي هذا سواء كان وصلتكم للانفصال أو القضاء لإني شايفاه حاليا هو بطاقة اتزام وتفكير كذلك فيه من كون اللي شايفته كانت بينه وبين الحبيب علاقة من مدة طويلة وحاليا عم شوف فيه تباعد بينك وبين الحبيب هذا اللي علاقة كانت مدة طويلة بالسنوات يعني عم شوف من كون اللي فاصل قافل كل شي مرتبط بالتواصل السوشيال ميديا يعني كأنه عامل حالك ومطمش ولا على بالك ومختفي وعم الطالبي يعني كأنه بالعدالة عدالة بحكم شغلة هيك بس أنا شايفك بعدك بتراقب الحبيب وهو كذلك بيراقبك لأنه بعده فيه ذكريات بيناتكم وهو حاليا بفكر يعمل استشفاء يعني هو بفكر إذا فيه مجال للرجوع أو أنت خلاص نسيته كذلك عندي فيه ورقة بتشير إلى حكم ممكن يكون مصابق بالقضاء أو قرار يعني أخذوا الحبيب أو شغلة هيك يعني كأنه فيه انفصال عن شخص يعني بتحبه ممكن تكون أنت انفصلت عنه أو انفصلت بسبب يعني لبعض كل واحد في دولة تانية منفصلين يعني كل واحد في دولة أو حتى تربطكما مع بعضهم مع علاقة طويلة ففيه يعني تواصل روحي بيناتكم فيه برج القوس والحمل والأسد كذلك كما يحدرك التارو من القاء اللوم والاتهامات على بعضكم البعض لأن هذا قد يرهي العلاقة فالتارو بيئلك يجب أن تتحلى بالحكمة وأن تسامح يعني أن تسامح الشخص اللي معاك ولا أنت اللي بدك إياه على الأخطاء اللي صارت بالماضي أيًا كانت إذا كنت تريد التقدم في العلاقة هذه ففي منكم اللي شايفاه زعلان واخد جنب وكأنه أخذ قرار وقافل على حاله بعد خيبة أمل وصدمة من الأشخاص مقربين يعني مقربين كأنهم أقرب أو كانوا بالقلب نتيجة خداع أو خيانة أو مكر أو عدم تقدير يعني كأنه الشخص هذا والناس هدول كانوا الحب ولسه بعدهم الحب ولقيت حالك واقع بعلاقة ثلاثية وقررت تطلع من العلاقة فشايفك زعلان كأنك يعني مسافر أو بدك تسافر أو سافرت ولكن بعدك حزين يعني وفي زكريات أخذها معك وبعدها معك كأنك مربط كذلك في منكم اللي تطلقوا يعني في طلاق موجود عندي في حدا تخلى عنكم يعني شريك حياتكم وعم شوفهم بعدهم قاعدين داخل هاد الدوامة وفي منكم اللي عم يستنى حكم عم شوف يعني فيه إحساس فيه ناس عم تحس حالة وحيدة وتعبانة وكأنه العالم تخلى عنها يعني كأنه عم تسأل حالة ليش صار معي هالشي وليش الله مساعدني فالملائكة بتقلك يا برج الجدي المساعدة قريبة منك ولكن أفكارك السلبية تحجبها عنك عليك التقرب من الله وتعمل وكل الأمور ستتحصن يا برج الجدي شايفة فيه لخبطة كبيرة وفيه لأمو هاي القراءة عادة فيه شغلات كتيرة بالقراءة فيه منكم اللي بعلاقة علاقة التوأم الروح وصار بيناتكم كلام أو عناد أو الشخص هذا عنيد فشايفك أنه كل واحد واخد جني أو متباعدين فالحبيب شايفك يا برج الجدي النسلي في الوضع هذا شايفك أنه أنت الحب وفيه تواصل روحي بيناتكم يا برج الجدي فالحبيب براقبك ومفتقلك شايفك تعباني يا برج الجدي خليني شوف شايفك يا برج الجدي أنك ستصبح متحمس أو ممكن تقابل شخص جديد يعني في العمل أو في سفر وفي عندك بداية جديدة مع شخص يعني رح تكون مرتاح معه أو يعني مع شخص من الماضي يعني شخص بتحبه لأنه الورقة هذه ورقة البداية الجديدة ورقة النجاح ورقة يعني زواج خقوبة احتفال يعني شغلة حلوة يعني كما قلت أو ممكن شخص جديد أو شخص من الماضي يعني كنت على علاقة معه أو شخص يعني رح تحبه في شغلة حلوة رح تصير يا برج الجدي ممكن يعني زواج أو نجاح أو انتسار فأنا شايفك رح تتقدم يا برج الجدي طالعلك الشمس ففي أحداد جميلة جاية بطريقك إن شاء الله يا برج الجدي بعد الشغلات اللي شكناها بالورق وشفنا الوضع تعبان وشغلات صارت معك يعني الشغلات متعبة يعني في شغلات حلوة جاية بطريقك في أخبار صارنا في منكم اللي رح يتلقى هدية رح تكون مفاجأة إلو أو رح يوصلوا يعني شي خبر حلو ملتوياه رسالة شغلة في منكم اللي مرتب تجربة قاسية يعني أو طلاق يعني أو متحمل مسؤولية كبيرة في كذلك اللي عم شوف في منكم اللي طلقوا عنده أولاد يعني هاي مسؤولية كبيرة ولكني عم شوفك يعني أكتر حكمة صرتي أكتر حكمة وأكتر اتزاناً خصوصاً بعد الشي اللي صار معي يعني بعد خيبة الأمال والهموم يعني اللي مريتوا فيها واحدة مريدها عن أشياء صارت بالماضي أو حتى عن وضعك المالي كذلك عم شوف فيه ناس متعلقين بشخص من الماضي أو بأحداث من الماضي أو شغلات صارت أو شغلات صارت معكم يعني كأنه فيه شغلة يعني غريبة رح تصير معكم يا برج الجري يعني كأنه فيه مساعدة رح تجيك يعني من السماء من الله رح يساعدك بشغلة شي معجزة رح تصير معك يعني شيء أنت ما كنت متوقع هلين أشوف يعني شغلة أنت كنت بتطالب بيها يعني كأنه حكم عدالة شغلة أو ممكن نزواج في شيء حدث سعيد إن شاء الله خير بس الموضوع هذا رح ياخد وقت يعني رح يتجاوز الشهر هذا أو ممكن ممكن يعني إنه رجوع شخص أنت بتحبه شخص مهم بحياتك أو فيه انتصار يعني كنت عم تستنى يعني فيه شغلة رح تصير شوفوا الأوراق كيف إجت شيء شغلة رقم واحد أنت لازم تشوف شو يعني شيء رقم واحد طالع لك يعني بطريقة غريبة ممكن بعد أسبوع في واحد شهر الجاي شهر واحد أو يوم واحد بس أنت لازم تشوف رقم واحد شو بنسبة إليك شو ساري ممكن يكون أنت صاري جاي لك بس فيه شغلة يعني يجاي بطريقك يا برج الجديد رح تصير ممكن قضية رح تتحكم لسالحة كعدالة رح تحصل عليها فبتمنى أنكم تخبروني عن الشغلة هذه يا برج الجديد بالتعليقات رح أستنى أعرف لأنه أنا صار عندي فضول أعرف أن الأوراق يعني ما فاتوا يجوا بهالطريقة هذي فإن شاء الله خير يا برج الجديد كده يتعم شوف يعني برج سرطان برج الجديد ويتقرب من الله ويتوكل عليه ويفكر بالشغلات اللي بدوا إياها لأنه في مثل بيقول الشي اللي أنت بتفكر فيه هو الشي اللي رح تحصل عليه فإن شاء الله خير يا برج الجديد فبتمنى تخبروني عن الشغلة هذي الرقم واحد وإن شاء الله تنتبغ القراءة على أكبر عدد ويتقون في تطبيق